مع حلول العطة الصيفية بدأت المؤتمرات الصيفية للشبيبة في مطرنية القدس للعام الجاري وذلك في المدينة المقدسة لرعاية القدس والجليل والساحل وفي الصلط لرعاية الأردن ولاحقا في نهاية شهر تموز الجاري في رامالله لرعاية الضفة الغربية حيث تم فصل المؤتمرات التي كانت تجرى عادة في مكان واحد بين القدس ورامالله بسبب الأوضاع الراهنة وبهذه المناسبة زار رئيس الأساقف المطرن حسام نعوم وعقيلته المؤتمر الثاني للجيل الثانوي في مدينة الصلط وشكر هناك كل من القص جورج قبطي والقص جميل قدر والسيدة ماري إصحاق والقائمين على هذه الخدمة الجليلة في بناء جيل الحاضر والمستقبل وقد التأبت مؤتمرات الشبيبة لهذا العام تحت شعار كن غالبا حيث تقام البرامج والنشاطات المختلفة حول الغلبة والانتصار بشخص ربي يسوع له المجل